انطلق منتدى الأعمال المصري الصربي بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والرئيس الصربي أليكزاندر فوتشيتش في العاصمة الإدارية بمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال أعمال من البلدين تم تأكيد خلال المؤتمر على أن مصر هي بلد الفرص على مختلف المستويات بسبب الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده فضلا عن الإشارة إلى أن مصر عملت على تغيير القوانين لدفع الاقتصاد إلى الأمام من أجل جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل من خلال إطلاق حزمة من المشروعات الكبرى منها محور قناة السويس الجديدة واستصلاح الأراضي